مسائل خير العالم النهاردة متلخبط وخايف لا تقوم حرب جديدة والمراضي بين إسرائيل ولبنان وطبعا إيران هتدخل هي كنال على خط النار بعد ما حذري إسرائيل النهاردة في بيان لها من الدخول في أي مغامرات عسكرية جديدة في لبنان وإن لو ده حصل حيكون في تداعيات غير متوقعة الكلام ده حصل بعد ضربة صرخية على الجولان المحتل اتهمت إسرائيل فيها جماعة حزب الله اللبنانية المتحلفة مع إيران بالمسئولية عن الضربة وتوعدت إنها هتدفع تمام غالي جراء الهجوم والحقيقة الصاروخ سقط على ملعب لكورة القدم في قرية مجدى الشمس في مرتفعات الجولان اللي احتلتها إسرائيل من سوريا سنة 1967 وضمتها إليها في سطوة لم تعترف بها معظم الدول وأدى الهجوم لتصاعد حدة التوتر في السراع اللي بيدور بالتوازي مع الحرب في غزة كمان أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله الحقيقة إن الهجوم على ملعب كورة القدم كان فأعقب ضربة إسرائيلية على لبنان أدت إلى مقتل أربعة مسلحين لكن الحقيقة حزب الله طلع بيانه ونفى فيه مسئوليته الكاملة عن الهجوم اللي أوقع أكبر عدد من القتل توافي إسرائيل أو في الأراضي اللي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة موقع أكسيوس نقل عن وزير الخارجي الإسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل بتقترب من الدخول في حرب شاملة مع جماعة حزب الله بعد الهجوم على ملعب كورة القدم واللي وصفوا بإنه تجاوز كل الخطوط الحمراء وهيكون الرد وفقا لذلك وقال كمان إننا بنقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان كمان المتحدث بإسم الجيش الإسرائيل أميرال دانيال عجاري هو كمان قال إن الجيش بيجهز رد على حزب الله وقال إن معلوماتنا الاستخباراتية واضحة جدا حزب الله هو المسؤول عن قتل أطفال وفتيان أبرياء واتهم حزب الله بالكذب بعد نفي الجماعة اللبنانية المسؤولية عن الواقع المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية الناصر كانعاني هو كمان رد على كل الكلام ده وقال في بيان رثني إن أي خطوة تنم عن جهل من النظام الصهيوني قد تؤدي لتوضيع حالة عدم الاستقرار وعدم الأمن والحرب في المنطقات أما البيت الأبيض فجدد دعمه الراسخ لإسرائيل في أعقاب الهجوم وقال متحدث باسم المجلس الأمن القومي إن دعمنا لأمن إسرائيل راسخ ولا يتزعزع ضد كل الجماعات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني وإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم الجهود الرامية لوضع حد لهذه الهجمات كمان عندنا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جونساب بوريل أدان ما أسماه حمام الدم الذي وقع في بلدة بجدل شمس بهضبة الجولان اللي ضمتها إسرائيل إليها وسقط عليها صاروخ على ملعب كرة القدم وأصفر عن مقتل 12 طفل بوريل طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل أما وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين فأكد على أنه مش عايز يشوف تصعيد تاني للصراع بعد اتهام إسرائيل حزب الله اللبناني بقتل 12 شخص في الهجوم على هضبة الجولان المحتلة وبلينكين كمان أضاف أن واشنطن بتجري حالياً محادثات مع إسرائيل حول هجوم الجولان وأشار إلى أن كل المؤشرات بتدل على أن حزب الله هو من أطلق الصاروخ وقال واشنطن تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها خلونا نتكلم عن أن حزب الله قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في أماكن أخرى حقيقة انصراع الموجود بالفعل على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية أكبر عشرات الألاف في لبنان وإسرائيل على مغادرة منازلهم وأدت الدربات الإسرائيلية لمقتل 350 من مقاتلي حزب الله في لبنان وأكتر من 100 مدني منهم مستعفون وأطفال وصحفيين خضبت الجولان اللي بتحتلها إسرائيل كانت جزء من سوريا حد سنة 1967 لحد ما استولت عليها إسرائيل وعلى معظم أرجعها ثم ضمتها إليها سنة 1981 والحقيقة لم تعترف معظم الدول بهذه الخطوة إلا أعلنتها إسرائيل من جانب واحد وتطالب سوريا حتى الآن باستعادة هذه الأراضي وفي الجولان بيعيش دلوقتي أكتر من 40 ألف نصهم من الدروز اللي بيمثلوا أقلية عربية في النهاية الهجوم ده أثار مخاوف إقليمية ودولية من أنه يكون شرارة لاشتعال الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني على نطاق واسع ولسنين طويلة تحاول وسطاء الحيلولة دون اندلاع هذه الحرب خوفا من تصعيد واسع في منطقة باتت على صفيح تاخل منذ السابع من أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة